اشتركوا في القناة بالتأكيدة فارس يعني سبكوا بقى من اي حاجة بتتفرجوا عليها وخليكم عليها لخط احمر كالعادة نهاردة معنا حاجات كتير جدا ومعنا هاشتاج هنتمنى ان شاء الله تشاركوا علينا هنعلن لكم عنه بعد دقائق ولكن زي ما قال اسامة احنا في نوفمبر وما اجمل نوفمبر وتاريخ من البطولات والذكريات هنستعرضها معاكم وحنقف عندها يمكن بطولات كتير جدا ومختلفة كانت في الفترة دي ما بين التتويج بدوري الابطال على حساب نادي الصفاقسي او على حساب اولندو او حتى 27 نوفمبر اللي هيجي هيكون على حساب نادي الزمالك وايضا كان التتويج على حساب النجم الساحلي ايام كلها كانت في شهر نوفمبر اللي ارتبط دايما عند الجمهور بموعد نهائي دوري ابطال افريقيا ولما نتكلم عن موعد نهائي دوري ابطال افريقيا يبقى النادي الاهلي رقم واحد يبقى تاريخيا احنا بنتكلم عن البطل الاجبر والابرز داخل القرى واللي مستحيل يكون حد لنصيف في نوفمبر اكتر منه ليه لان القعدة بتقول كده قعدة بتقول اخر 20 سنة كمان تحديدا مع تغيير معاد نهائي البطولة النادي الاهلي محاق يا جماعة في ال20 سنة دول 7 بطولات دوري ابطال افريقيا فبالتالي هو له النصيب الاكبر من نوفمبر ده النادي الاهلي ودي انجازات النادي الاهلي ويمكن كمان من ضمن الانجازات حاجة حابب اتكلم عليها في المقدمة يمكن شوفنا بينزل خبر على صفحة النادي الاهلي الرسمية وعلى موقع النادي الاهلي الرسمي كان عن ميزانية النادي الاهلي اللي بلغت 3 مليار و 87 مليون جنيه يمكن انا كاهلاوي او حد داخل منظومة الاعلامية للنادي الاهلي عايز اقول ان كم السعادة بهذا الرقم لا يوصف يمكن بعض الناس راحت لفكرة حجم الارباح واجمالي رقم الارباح اللي يقترب من 150 مليون جنيه ووقف عنده بس يمكن انا عايز اقول في اوقات كتيرة وفي تاريخ النادي الاهلي وفي مجالسنا اللي حقاق انجازات كبيرة جدا كان يمكن قطاع الكرة او الميزانية دي بتخرج بارقام يمكن كنا بنشوف ساعات فيها خسائر او ما بتحقاش الارقام الارباح دي فجماعة الرقم كربح مدلوله جاك جدا ولكن المهم فيه ناس تقولك السنة بقيس بفكرة الارباح لا طبعا لما انا اتكلم في نادي ميزانيته 3 مليار و 87 مليون جنيه احنا هنا بنتكلم في ملاءة مالية للنادي الاهلي تستحق ان احنا نقف عندها ونكون فخورين بادارة النادي الاهلي وفخورين بالنادي الاهلي لان ده رقم ليه انعكاسات اقتصادية كبيرة جدا الرقم نفسه في حجم التداول المالي سواء من خلال الاراضات او المصروفات هو مدلول للحقيبة المالية او الملاءة المالية للنادي بتكون بتتحرك في مستوى الدي كل ده انعكاسات لفروع للنادي الاهلي اللي بينتشر في كل حتة ويسعى وبنشوف بالتزامن مع فكرة النادي الاهلي في التجمع الخامس وبنسمع ايضا عن ما تحدث او خرج رسميا ان احنا في انتظار قصة العالمين وقصة الارض وايه حيستجد فيها هو ده النادي الاهلي اللي بتحرك في كل حتة فانا عايز اقول ان مدلول الرقم ده كبير جدا يعرفك النادي الاهلي من رعاية وتسويق واصول لان في اصول النادي الاهلي لدي مجموعة من الاصول زي الفروع وغيرها شيء يخليك تكون سعيد بس عايز اروح لنقطتين سريعا او اشاور كده على حتتين حتة الاولى المهندس خالد مرتجي وشكر الكابتن محمود الخطيب ليه لان يا جماعة نرجع شوية بالذاكرة ونشوف اصرار الكابتن محمود الخطيب على تواجد المهندس خالد مرتجي في منصب امين السندوق ومن منجزات منصب امين السندوق ان احنا نرى اكبر ميزانية في تاريخ النادي الاهلي بل انا ما شفتش اي انبياء مصرية خرجت بازين ميزانية في وجود المهندس خالد مرتجي واكيد مجلس الادارة بالكامل اللي كان ليه دوره ولكن انا بشير لحتة دي ان الاختيار كان على قدر الطموحات والتطلعات اللي النادي الاهلي راح لها وده احنا قلناه هنا كمان اكيد ترقص الجلسة المهندس الاستاذ العامل فاروق طبعا وكان ايضا هو خرجت القرارات وخرجت الميزانية في جلسة اهمة جدا في تاريخ النادي الاهلي كل الشكر لمجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الادارة احنا بنشوف النادي الاهلي رايح في حتة قسامة بعيدة قوي بعيدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى عن اي نادي تاني منافس في مصر وبالتأكيد يا فارس وعشان كده النادي الاهلي اسمه فيه السوق واضح للجميع عشان كده فيه شركات قبرى بتتنافس على انها تدخل في شراقة مع النادي الاهلي اصل الشراقة دي ايه هي اصول النادي الاهلي النادي الاهلي هو دايما وابدا هتلاقيه الرهان الكسبان اي مستثمر سواء كان مستثمر داخل قارة افراقيا او خارج قارة افراقيا هيكون عنده سعي كبير جدا ان هو يدخل في شراقة مع النادي الاهلي وده طبعا بسبب مجهودات مجلس ادارة النادي الاهلي وايضا فارس اتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي اختيار المهندس خالد مرتجي ودخول معركة انتخابية كانت صعبة جدا وكان فيها بعض التصريحات في وسائل الاعلام وهنا هنروح لدايما نصر النادي الاهلي واحد اجنحة النصر وهو دور الجماعية العمية الجماعية العمية اللي كانت على قدر كبير جدا من الثقة فيه المهندس خالد مرتجي وفيه قيمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل وبالتالي كان الصراع محصوم بشكل كبير جدا لمجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اختيار المهندس خالد مرتجي ولما لا احنا دايما بنتكلم عن الاستاذ او المهندس خالد مرتجي هو اهلاوي ابن اهلاوي ابن الفريق مرتجي فبالتأكيد الاختيار كان من الجماعية العومية بيعكس قد ايه مدى وعي الجماعية العومية بمستقبل النادي الاهلي ومسؤوليتها تجاه النادي الاهلي وعشان كده دايما بقول الجماعية العومية ما ينفعش تنفصل ابدا عن الجماهير الجماعية العومية هي جناح للنصر وجماهير النادي الاهلي من الجماعية العامة هو الجناح الاخر للنصر النادي الاهلي وعشان كده نصر النادي الاهلي دائما بيحلق بعيدا فرع التجمع خلاص على انشاردة ان شاء الله ممكن يكون الافتتاح انا عايز الناس بس تشوف فيديوهات فرع التجمع وتشوف الصور اللي بيتم منقلها عن فرع التجمع حاجة عالمية حاجة مختلفة تماما طليق باسم النادي الاهلي طليق باسم جماعي العمالي النادي الاهلي طليق بجماهير النادي الاهلي اللي ممكن في فرع التجمع او فرع زايد او اي فرع حتى المكر الرئيسي فرع الجزيرة ودي طبعا صور لحضراتكم من فرع التجمع حاجة عالمية بشكل كبير جدا لدرجة ان بعض الناس بدأت تغير تقول احنا ننقل من زايد نروح التجمع من اجل فرع النادي الاهلي في التجمع نتمنى طبعا ان النادي الاهلي يكون ايضا له فرع في كل حتة في مصر لان جمهير النادي الاهلي واسم النادي الاهلي يعني يتحمل ان يكون في كل محافظة من محافظات مصر فرع من فرع النادي الاهلي على اعلى مستوى فشكرا لمجلس ادارة النادي الاهلي الشكر اللي قدمه الكابتن محمود الخطيب للأستاذ العمري فاروق والمهندس خالد مرتجي هو ده النادي الاهلي اذا كان الكابتن محمود الخطيب اللي قد ناله ويرجع بسلامة الله ان شاء الله خلال هذا الاسبوع ويكون سليم وعافية ان شاء الله لا فيه رجال دايما وابدا في مجلس ادارة النادي الاهلي وقلناها قبل كده كتير الفرد داخل مجلس إدارة النادي الأهلي يقدر يدير مؤسسات لأن تربية إدارة النادي الأهلي واختيار الجمعية العامية للنادي الأهلي ده كان مؤدمة بسيطة جدا عن ميزانية النادي الأهلي